واحد اتنين فرين نادي الاهلي خلاص سافر قطر وشفنا مبارح الاستقبال العظيم من جماهير النادي الاهلي قدر الامكان ادرت طبعا حسب المستطاع في الامور الاجستية وفكرة الاستقبال طبعا انك فيه اجراءات مشددة في مسألة استقبال الفرق فالامور يعني كانت مشى بالسياق معين ولكن بالتأكيد بنتمنى التوفيق بإذن الله لكل السادة المنظمين ولكن جمهور الاهلي مبارح صنع الحدث سواء في مطار حمد الدولي او حتى عند مقر الاقامة شفنا مشاهد عظيمة جدا شفنا سيدة اهلوية ازاي بتنده على الفريق وبتشجحهم وبطلهم البطولة دي تاريخية بعد بطولة اليابان فرصتنا في الدوحة وفي قطر عشان نحق انجاز في المنديال يعني تنده على افشة تنده على قهربة تنده على يمام عشور تنده على كل لعب في لعبي النادي الاهلي فبتأكيد المشاهد دي بتحرك مش اقول بتحرك المياه الراقضة ده بتحرك المشاعر من جواك عشان تقدر تنزل وتلعب ويعني تاكل النجيلة عشان تسعد كل الجماهير اللي دايما موجودة معاك في كل مكان واللي بإذن الله هتملأ جانبات استاد ملعب تسعة سبعة اربعة يوم السبت المقبل